البداية من نيويورك حيث يواصل وزير الخارجية سامح شوكري مباحثاته المكثفة عشية الجلسة الخاصة التي يعقدها مجلس الأمن الدولي بشأن سد النهضة وفي سياق مباحثاته المستمرة التقى وزير الخارجية سامح شوكري بالمندوب الدائم الهندي لدى الأمم المتحدة لعرض موقف مصر حول سد النهضة قبل انعقاد جلسة مجلس الأمن غدا وفي إطار لقاءاته يؤكد شكري موقف مصر الهادف للتوصل الاتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل السد يراعي مصالح الدول الثلاث